النهاردة تم الحكم على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي رئيس فرنسا ووزير داخليتها الأسبق حكم عليه بثلاث سنوات سجن ليه؟ وإيه السبب اللي خلى ساركوزي يتحصل على هذا الحكم؟ بغض النظر طبعاً لأنه حكم ضد رئيس جمهورية سابق ووزير داخلية هل لكم القصة من البداية نيكولا ساركوزي رئيس فرنسا من سنة 2007 لـ 2012 وكان وزير داخلية فرنسا قبل ما يكون رئيس في 2007 عمل إيه؟ ساركوزي قبل ما يكون رئيس ذهب لمعمر القدافي الرئيس الليبي وقتها وطلب إنه يدعمه عشان يكون رئيس لفرنسا وبالفعل وفقاً للتسريبات اللي خرجت من ليبيا بعد الثورة في 2011 تم اكتشاف هذا الأمر بعد ما نشرت الصحف الفرنسية بعض المقتطفات بخصوص هذا الموضوع وبعدين مترجم القدافي أكد نفس الحكاية مترجم القدافي اللي بيترجم له من اللغة الفرنسية للعربية مفتاح ميسور ماذا قال مفتاح ميسور عن هذا اللقاء اللي تم في 2007 واللي كان حجر الزاوية في قبل ترشح ساركوزي وحجر الزاوية في الحكم اللي صدر النهار الرئيس ساركوزي كان قد أبلغ القدافي عن أماله في الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية وأرد عليه زعيم الليبي أنه أمر جيد للغاية أن يكون له صديق مثله رئيساً لفرنسا فقال الرئيس الوزير ساركوزي أنه ينوي ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة أي 2007 فقال له الزعيم الليبي الراحل هذا شيء يعني مثل للصدر أن يكون يعني صديق لليبيا وصديق خاص أن يصل إلى سدة الحكم في الجمهورية الفرنسية ونحن نشجعك على ذلك حقيقة يعني أقدر بشكل ما أتخاذ شعور الشعب الليبي اللي فلوسه وثرواته راح أجزاء كبيرة منها جداً للإمارات استخدمتها بعد كده في التعورات المضادة وأتبع ثرت تلك الأموال هنا وهناك ده ميسور مفتاح وهو أو مفتاح ميسور وهو بيتكلم بترجم اللقاءات ما بين القدافي وساركوزي متخصص ترجمة من الفرنسية للعربية وبالعكس مترجم القدافي أكد أنه عرف أن فيه لقاء تم بين مسؤولين في حملة الرئيس الفرنسي مع مسؤولين ليبيين بعدما القدافي وافق أنه يدي عطية لساركوزي قدرها خمسين مليون يور لكنني علمت بمجيء وفد فرنسي مؤلف من ثلاثة أشخاص من بينهم زياد تقي الدين وبغيس أغتف التقوا بعبد الله سنوسي وبشير صالح وموسى كوسى الذي كان أنذاك وزيراً للخارجية ووقعوا وثيقة الوثيقة تنص على تقديم مساعدة قيمتها خمسون مليون يورو الزعيم الليبي الأسبق وافق على ذلك الموضوع أصبح فضيحة في فرنسا وبدأ التحقيق في تلك القصة في تلك العطية في القضاء الفرنسي الموضوع ده كان واحد من أسباب خسارة الرئيس الفرنسي الأسبق في الانتخابات الفرنسية عام 2012 واثناشر أمام أولا عمل إيه ساركوزي بعد الفضيحة؟ وبعد بدء تحقيق القضاء هنا تأتي الجريمة بقى هو اللي فات مش جريمة؟ آه بس الجرائم أنواع دي الجريمة الأشد بدأ ساركوزي يضغط على قادة تحقيق عشان يعرف إيه المستندات اللي بيملكها القضاء عليه في تلك القضية القضاء الفرنسي حصل على تسجيلات صوتية لساركوزي وهو يتحدث مع محاميه ومع الآضي بتاع التحقيق عشان يحاول يتحصل على أي معلومات اللي دار في القضية النهاردة قدت محكمة فرنسية بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ثلاث عوام منهم عامين مع وقف التنفيذ على خلفية التهام يتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ ليصبح تاني رئيس فرنسي يودان في ظل الجمهورية الخامسة بعد جاك شيرانك والتهم ساركوزي بإنه حاول بمساعدة مستشاره القانوني سنة 2014 معرفة أسرار تتعلق بتحقيقات من جيلبرت أسبق اللي كان في الوقت ده محامي عام في محكمة النقض بشأن تحقيق منفصل حول تمويل الانتخابات وفي المقابل يتردد أن ساركوزي قدم الدعم للمحامي لدى تقديمه لطلب لشغل منصب في موناكو يعني دالوا بعلومات مقابل أن ساركوزي دعموا بصفته الرئيس السابق لشغل منصب في موناكو نيابة العامة كانت 8 ديسمبر اللي فات طلبت السجنة 4 سنوات لساركوزي 66 سنة من بينهم سنتين مع النفاذ معتبرة أن صورة الرئاسة الفرنسية تدرارت جراء تلك القضية اللي كان لها أثار مدمرة محكمة قرارها هيكون لي أهمية كبيرة بعد أكتر من 9 سنوات على إيدانة جاك شيراج بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس اللي كان رئيس له انسحب ساركوزي من السياسة عام 2016 إلا أنه لا زال يتمتع بشعبية في أوساط اليمين قبل سنة على انتخابات الرئاسية المقبلة ساركوزي طالب أمام المحكمة بتبرئته من وصمة العار تلك وتعود قضية التنصت لسنة 2014 كان يومها استخدام واتس آب والرسائل المشفرة الأخرى تأكيدا على ما أكد الرئيس الفرنسي السابق ففي إطار التحقيق حول شبهات التمويل الليبي لحملته الانتخابية لسنة 2007 وجهت إليه أربع تهم في إطارها اكتشف القضاء يومها أن ساركوزي يستخدم خط هاتفي سري تاسم بول بيسموس للتواصل مع محامي تيري إرتزغ ماذا قال ساركوزي عن تلك التسجيلات؟ وإزاي القضاء يسجلوا حاجة زيدي ساركوزي البالغ من العمر 65 عاماً دفع ببراءته قبل المحاكمة واصفاً القضية بأنها فضيحة سيسجلها التاريخ شفت التقطية الفم دي عشان محدش يقر لغة الشفاف ساركوزي زي ما حضرتكم تابعتهم تاني رئيس جمهورية فرنسا يتم الحكم عليه بالحبس بسبب الفساد لأن ببساطة تحجبك فرنسا ما تحجبكش تشوفها إنها بتاخد قارات دلوقتي سيئة جداً ضد الإسلام وفيه توجه مش كويس كل الكلام ده وارد لكن هناك منصب الرئيس يبقى موظف لازم يتحاسب فيش حاجة اسمها رئيس يعمل اللي هو عايزه لا في جمهوريات البطاطا ولا السحلب الشعوب اللي بتختار حكمها لازم تحاسبهم ما فيش حاجة اسمها فرنسي تعطي أنا وأنا أعمل اللي أنا عاوزه ولا الكلام الهرائي ده هو رائي ده مش موجود مش موجود عشان كده ساركوزي حصل شراك شراك جاك شراك وساركوزي اتحكم عليهم بالسجنة شكراكوزي شكراكوزي